أولا عنده شوية مفاجئات تخص قائمة منتخب مصر القادمة صح؟ يلا يلا بي المنتخب عنده مطشين 15 و 19 على ما أتذكر المعايد النهائي يعني كاب فردي وبوتسوانا منتخب عشان ضمن التأهل كابتن حسيم والجهاز بدأوا يفكروا في شكل القائمة يبقى عمل ازاي فيه اتجاه كبير جدا لاستبعاد اثنين محترفين ثلاثة محترفين محمد صلاح كده كده برا للمطشين مش متواجد المعسكر الجاي مع منتخب مصر ده رقم واحد المفاجئة كمان أو النسبة لي كانت مفاجئة هي احتمالية كبيرة جدا لاستبعاد محمد الشنوي إنه هو يكون الشنوي دلوقتي الحارس الأساسي لنادي الأهل لعب مباراة الأهلي والزمالك لعب مباراة الأهلي والعين فهو الحارس المتواجد وهيبدأ في الدوري لكن الجهاز المنتخب بيبدأ يفكر في استبعاد الشنوي مع أكتر من عنصر أساسي تاني ليه الشنوي تحديدا؟ هم شايفين إن عواد ماشي كويس مع الزمالك مصطفى شبير لما لعب ماشي سروميكا قدم مباراة كبيرة جدا فبقى هو والشنوي ند بند وبالتالي المنتخب عايز يدي فرصة لعواد ومصطفى شبير للظهور مع منتخب مصر منطقة على فكرة أنا شايفه قرار عايز بس أضيف حاجة عليه إن ده بالاتفاق مع الشنوي يعني معلومة وضو اللي عندي إن الشنوي عنده معلومة عنده معلومة واللعيبة كلها هتبقى متفاهمة كده ومعندهاش مشكلة ويعني الاستبعادات مش هتحصل لصلاح والشنوي بس لأ فيه أكتر من اللعيب كمان بيفكروا إن هم يخرجوا من الحسابات عاديدوا فرص للعيبة تانية بالإضافة إن الجهاز عايز يدخل ومصر جديدة لم تنضم للمنتخب من قبل عايز يجرب وعايز يشوف في حاجة كده الجهاز بيعملها أو كابتن حسام فكرة تلاحم الأجيال مش قصة بقى إن مثلا إيه هو اللفظ تحديدا كابتن حسام بيحبه تلاحم الأجيال اللي قولك الجيل يلحم مع الجيل مش فكرة بقى إن أنا إيه بنسف الحمام القديم بمشي الكبار وبطلع لا الجيل الصغر يدخل مع الجيل الكبير يحصل حاجة كده اسمها تلاحم أجيال يبقى بيكتسبوا خبرات والعناصر كلها تخش مع بعض فالقايمة حسام عبد المجيد وعمر فايد هيبقى ليهم دور في القايمة اللي جاهد؟ حسام فيه كلام كبير جدا إن هو ممكن يبقى موجود في الحسابات لأنه برضو تقرقي إنه ممكن إيه محمد عبد المنهم مثلا ينريح طب ندخل حسام لما نريح عبد المنهم فالتشاورات شغالة لكن الكلام اللي بدأ عليه كلام كبير جدا هو صلاح وده شبه مفروغ منه وكمان محمد الشناء بالإضافة لعناصر جديدة من الدوري خلال الجولتين الجاية هايل جدا